اشتركوا في القناة 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 فطبعا فكرة ان الكمبيوتر يرجع تاني دي مهم دي اهم حاجة اشتركوا في القناة 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 في اخر الحلقة بالكلام دا كله انت بتخش بتجيب عن طريق ايه الرقم القومي تمام يبقى انت الرقم القومي بتجيب بالكود بتاعك وده كود اساسك اللي هو متسجل جوه لإيه الوزارة عندك بعد ما بتجيب كود الوزارة بتروح رايح للمدرسة يعني كود الرقم القومي ده ملقوش علك بالرقم القومي بتاع البطاعة ؟ لا ما هو رقم البطاعة دوت طب هتقول لي طب طالب في المرحلة الأبتداء والعشرية هقول لك شهادة الميلاد هيكون موجود فيها الكود بتاعك الرقم القومي بتكتبه في الموقع اللي احنا هنقول عليه دلوقتي اللي هو تبع الوزارة وهيبتدي يزهلك على طول الكود بتاع الطالب ده الكود بتاع ابن حضرتك اللي يعود تشتغل عليه بعد ما جبته بتروح المدرسة تمام بتقول لهم لو سمحتوا أنا عايز أجيب كود الفصل الفصل بتاعهم كود الفصل هو كود المعلم لماذا؟ المدارس دلوقتي قسمت الفصول مواد عربي، إنجليزي، دراسات، علوم قسمت المواد فكل مدرسين مواد بيخشوا مع بعض يعتبر في فصل افترادي فكرة المنصة هي فكرة فصل بس افترادي عندنا هنا ده الفصل اللي هخش عليه طب بعد ما متخش على الفصل إنت دخلت على الفصل واحد هتقدر تخش على بيئة الفصول أهم واحد يبقى معاك إنت لما تيجي تسجل في الإيد مودو الإيد مودو عشان تسجل عليها المنصة نفسها لازم رقم واحد تبتدي أول ما تجيب لازم يكون معاك رقم الفصل بيسألك رقم فصلك إيه عشان ما تقدرش تخش مدرسة وتكون في مدرسة تانية فلازم الكود ده وتكون جابه من المدرسة جبت من مدرسة الكود طبعا الناس كلها اطلخبطت بين الكود ده والكود دوت والكلام ده كله نخلي البحث على جنب يعني البحث هنا ده على جنب ما نناشى على فضل هتقدر حطوات الأول لها توصلنا للبحث إنت دلوقت هتجيب الكود ده أهم حاجة جميل عشان خطر تقدر أن تتعمل عن طريقه البحث طب بعد كده رحت المدرسة وجبت الفصل دخلت الفصل فكرة الإيديمود وحاجة صغيرة تواصل بين اتنين الطالب والمدرس تمام يعني الطالب هو قاعد في بيته هو قاعد في بيته والمدرس تمام وبين مجموع الطلبة اللي انت حضرتك هتعمل معهم لسبب أن المشروع اتقلنا من واحد إلى خمسة من واحد إلى خمس طوله بس طبعا فيه طبعا إحنا الوزير من واحد إلى خمسة بس بعد كده طلعت في المنشورة اللي نزلت نزل من واحد لتلاتة فاحنا بنأمن نفسينا أن هو نقول المشروع ياما واحد ياما اتنين ياما تلاتة بحيث أن انت برضو انت فيه الوزير الخمسة بس فيه الورق اللي نزل بعد كده على صفحة الوزارة بيقول المشروع من واحد لتلاتة فاحنا نقول نأمن تلاتة عشان يبقى المشروع يبقى سهل أنت عايز تتواصل مع أصحابك دول عن طريق المنصة لحضراتك دلوقتي فيه مشكلة هو برضو مش عايزين تجمعات فمش حاجة يلاقي اتنين طلبة رايحين عند الطالب زمينهم اللي هيعمل معهم مشروع لأ وانت قاعد في البيت هتخش على المنصة تخش على فاصلك كله إلكتروني هو اشتغل الوقت إلكتروني طيب دلوقتي المنصة وظفتها الرابط بين الطالب والمدرس هتقول إزاي معه البحث عن المواد اللي أنت حضراتك درستها يا مستر أنا بعمل المشروع مشروع كذا أقدر استفيد من حتة دي إزاي يقدر المدرس يتواصل معك ويقول لك هنا فيه لينك بين الاتنين فهذه بقى الفكرة فكرة التواصل بين المدرس وبين الطالب مدام عملت التواصل دوت إلكتروني انت كمان مرنته على بعد كده لما يجي السنة جاء نطبق المنصة عرفنا الطالب عرف يشتغل إزاي والمدرس عرف يتواصل مع العيل وهيسمع تجربية في الآخر انت بتجرب المدرس مع الطالب هيشتغل إزاي مع بعض في الفصل ويشتغل إلكتروني خلصنا الكلام دا كله يبقى المنصة عشان الناس اللي قاعدة خايفة ملهاش دور حاليا غير حاجة واحدة بس دورها تواصل فقط لا غير طيب هتيجي تقول لي هرفع المشروع إزاي هنتكلم في آخر حاجة محدش قالها ترفع يعني انت دلوقتي فيه طلب وخلصت المشروع حالا هتيجي تقول لي ارفع المشروع على المنصة هقولك إزاي ما فيش أي حد ارفع ولا أي حاجة انت المطالب منك تجيب الكود تخش المنصة للتواصل ما دخلش على المنصة ما عندكش مشكلة أهم حاجة عندي إيه الكود بس كده هل البحث ده هيكون ورقي ولا إلكتروني بص هي النقطة فالوزير قال الأول خالص قال ورقي وبعد ورقي تروح رايح للمدرسة ومسلمه بعد كده قال انت هتعمل ورقي وبعد ورقي هتروح رايح للمدرسة هتدهالهم على فلاش أو سي دي يعني انت حضرتك بعد مكتبت ورقي هتروح رايح مش بصوره رايح لأي مكتبة تقوله عميل سكانر وياخدوا الاسكانر ويدخلها لك بي دي اف وتروح محولها على سي دي أو فلاش يبقى ملف واحد بي دي اف تروح رايح للمدرسة وهي ترفع تسلمها للمدرسة على فلاش بالزبط كده جميل فدي هي فكرة هي ريت الوزير يبصوا في موضوع الورقي لسبب هتسهل أكتر حتى هتخلي ما فيش تكلفة بالنسبة لوليه الأمر اللي ما عندهش انترنت احنا هنتكلم برضو على وليه الأمر اللي ما عندهش انترنت يعملين فيه معظم الطلبة دلوقتي تواصلت دلوقتي في المنصة بقيت الله أكبر ما شاء الله كمية مدرسين كتير جدا وفيه طلبة كتير جدا موجودين وابتدوا فعلا كل مجموعة يعملوا مجموعات المدارس دلوقتي بقيت تعمل حاجة ظريفة جدا بقيت تخش حضرتك دلوقتي هتكتر موضوع البحث مجرد ما تخش عليه هتلاقي كل الطلبة بتوقع المراحل في البحث المعلومة اللي موجودة مش معلومة للثالثة عدد دي بس ولا تانية معلومة عامة المعلومة دي مرئية لكل الطلبة مرئية لكل الطلبة فانت عامة فانت بتبتدي تشتغل منها كتبت عن السياحة هتخش تلاقي كله بيتكلم عن موضوع السياحة ما هي السياحة الجزء اللي في الثالثة مثلا ربعة ابتدائي خمسة ابتدائي ستة ابتدائي ما هو واحد هياخد ده جزء من ده ده اخذ جزء من دوت ويبتدي يعمل المشروع بتاعه فهي فكرتها الفكرة ازاي تتواصل فهي دي بقى فكرة المنصة لشخطر الناس كلها عندها مشكلة أنا ما جبتش الكود بتاع المنصة طب إيه الفرق بين الكود احنا عندنا فيه تلات أكوات خاصين بينا السنة دي الكود الأولاني كود الطالب الكود الثاني اسم المستخدم اسم المستخدم ده اللي حضرتك بتخش به على المنصة اللي هو اسمك الإديمودو بيبقى تعريفي لما هنشوف الفيديو اللي في الآخر خالص بيتكلم الإديمودو عبارة عن إيه عبارة عن صفحة فيسبوك شبه صفحة فيسبوك بالزبط في صفحة عامة وفي صفحة تانية فصول الصفحة العامة دي لو أنا شاررته منشور كل الناس اللي موجودة بتشوفه بخش على الفصل الجانبي بيبقى أي منشور بيبقى على الفصل بتاعه وعمل زي المدموعات كده فهي عبارة زي تواصل اجتماعي بس تعليمي بالنسبة للكود التالت بقى الكود اللي هو بتاع الفصل أو اللي هو يقال عليه المدرس بس هو كود الفصل يبقى دول التلات أكواد في حاجة اسمها تانية كود بس دوت مش ليهم ده بسنوي اللي هو كود بتاع الاختبار اللي هو بيخش به طالب بتاع قولها سنوي ده ميخصناش يبقى عندنا في الابتدائي والإعداد دي عندنا تلات أكواد الكود الأولاني كود الطالب اللي بيعمل به البحث اللي هو بتسجل في الوزارة الكود التاني الكود اللي هو بيخش عليه اللي بيعمل الحساب بتاعه على منصة الإيدي مودو طب الكود التالت كود الفصل أنا روح تجيبت الكود بعد ما جبته بخش على الوزارة بروح طبعا فيه مشكلة في الناس كتير جدا عندها مشكلة في موضوع الإنجليزي أو الكتابة أو كلام ده كله كل الموضوع سهل هتخش على جوجل هتروح كاتب إيدي مودو مجرد ما تكتب إيدي مودو هيفتح لك الصفحة تقوله تسجيل كطالب لأول مرة تبديد تنشئ الحساب هيتطلب منك أول حاجة هيتطلب أول حاجة هيتطلبه منك اسم الفصل عشان تثبت أن حضرتك في مدرسة الكود المدرسة هي اللي بتديهولك فتجيب كود الفصل بعد كود الفصل هيقولك الكود الأساسي بتاعك أو اسم المستخدم تمام؟ اسم المستخدم بتاعك دو لازم بتحط ثلاث كلمات M O E ثلاث حروف بعد ما تحطهم بتحط الكود بتاعك بعد ما تحط الكود بتاعك بتبديد تخش العملية يقولك كلمة السر وبعد كده يقولك تم إنشاء حساب يقولك اسمك وتخش تفاصيلها كأنك تعمل أكاونت فيسبوك سهل جدا بعد ما بتخش كده ده التعريف بتاعك يبقى خلصت كده دخلت على المنصة وخلاص المنصة الحادة دلوقت كده تواصل تجيبت الكود أنا عايز أعمل بقى دلوقتي بحث أنا كوليق أمر دلوقتي جيت أعمل بحث أول حاجة بشوف المرحلة عندنا الأبحاث متقسمة أول حاجة أبحاث اللي ابتدائية وعندنا أبحاث تانية للإعدادية تمام أبحاث اللي هي بتاعت الابتدائية بنتكلم على الصحة الطاقة السياحة مياه أو ماء يبقى طاقة صحة طاقة سياحة ماء بيصغر مشروع منهم أربع مشاريع أربع مشاريع بتختار واحد منهم مش هتعمل كل المشاريع تمام ده الإيه اللي تالتة ابتدائي وربعة وخمسة وستة تمام الإعدادية عندنا الإعدادية مطور الموضوع شوية وأتقل شوية أول حاجة تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية المشروع الثاني الزيادة السكانية والأمن والغذائي جميل الجزء الأخير البيئة دولة تلتة مشاريع الخاصين بالإعدادية ودولة أربعة مشاريع الخاصة بالإبتدائي هتيجي تقولي طب ما هو إزاي ما هو كل واحد ما هو أنا دلوقتي أنا عندي ابني في أولة إعدادية وابني تاني في تلتة إعدادية طب ما هو ممكن يعملوا مشروع واحد هم الاتنين ويتبعت هقولك لأ هنا دوت ليه عناصر داخلية مختلفة وده عناصر داخلية مختلفة وده عناصر داخلية مختلفة بس المضمون واحد يعني اللي هنجيبه من هنا نقدر نستخدمه معاه بس هو بيركز على جزء معينة ودوت هيجيب بس بيركز على جزء معينة هتقول لي فين المواد الدراسية فين الرياضة فين الانجليزي لا هو في معايير محطوطة ان احنا مثلا ما هناخد امثلة زي الزيادة السكانية ما حطط لك جزء في العربي زي موضوع التعبير انت بتكتبه الجزء اللي فيه جزء انجليزي ترجم لي جزء ثلاث تسطور منهم في اللغة الانجليزية دخل اهول انجليزي يجي جزء في علوم في اللي هي الجزئية خاصة بالعلوم مثلا عن البيئة ومثلا يأثر ازاي والتأثير السلببي يجي ازاي تيجي تقول لي مثلا ان الدراسات الدراسات يجي يورك الجزئية اللي هي خاصة بالدراسات يعني مثلا الإيصار الإيجابية والسلبية كلهم ده كلهم المواصفات موجودة وہنتكلم فيها ونزلت على موقع الوزارة مش جاست بى ديني اسمه عنوان كده مشروع لا 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 نزلت على موقع الوزارة المرحلة مثلا الأول العددي بيجيب لك مثلا زيادة السكانية والأمن الغذائي بيديك العناصر الموجودة ده نزلت والناس كلها استلمتها وكل الناس عارفينه يعني كل مرحلة عارفينها بس كان لازم نوضح أننا الناس مش هو مشروع واحد لتلت مراحل ومشروع فكر واحد بس جوه العناصر مختلفة من واحد لواحد تمام كده خلصنا الجزء ده كده نجي نبتدي نعمل المشروع أنا وليه أمر عايز أبتدي أول حاجة فيه حاجة اسمها الأولب اللي نزلت الوزارة بنزل الأولب نشتغل عليها كلنا ونمشي عليها الأولب دي إما بتنزل فيه منها نازل ورد وفيه نازل بيدي إف بيدي إف طبعاً بتبقى مقفولة فالناس بتقدر تصورها أو تطبعها وتكتب جواها وبعد كده ترجع ترفعها تاني تحولها سي دي إما بقى ورد وينزل بس كله نفس نظام واحد أول حاجة عاملنا هنلاقي موجود العنوان بعد ما هتلاقي العنوان ده عنوان طبعاً هنا العنوان لازم بيبقى مكتوب عنوان مميز للموضوع يعني مثلاً بنتكلم عن السحة فأنت بتختار عنوان مميز للسحة أنت تجيبه حافظ على صحتك إيه الموضوع يعني عنوانك هو دوت المفروض طبعاً بتحاول تنقي عنوان مميز بحيث أنه يبقى الموضوع عندك بيبقى سهل نجي نخش على بعد كده قود الطالب قود الطالب دوت إحنا قلناه ده أهم حاجة في الموضوع ما بيكتبش الاسم بيكتب كود كود الطالب اللي إحنا جبناه بالرقم القومي بتاعي يعني يكتب الكود ما يكتبش اسمه نفسه كطالب بالزبط كده متلقبط ومش عارف تجيبه من على موقع الوزارة خش يكتب في جوء كل حاجة جوء الموضحة وبرضه هتشوف في الفيديو هتروح كاتب الحصول على كود الطالب بس برقم القومي هتلاقي جايب لك النموذج نفسه وتبتدي تبلاع هتطلع لك كلام ده كله نيجي بعد ما خلصنا تروح جايين المقدمة ابتدنا بقى نشتغل فعلي المقدمة عندنا هنا نبزع عن المشروع اللي أنا هعمله بس متقسمة تلاتة تلتة ابتدائي محدد لك عدد الأسطر تلتة ابتدائي محدد لك عدد الأسطر يعني من عشرين لحد خمسة وعشرين كلمة محدد الكلام طيب نيجي عندنا ربعة وخمسة وستة ابتدائي محدد عدد الكلمات عدد الكلمات كام من أربعين لخمسين كلمة ده الموضوع كل ولا المقدمة المقدمة بس مقدمة تمام فانت عندك تلتة ابتدائي في المشروع اللي هو حضرتك بيتروح تختاره بيطلع تلتة ابتدائي مثلا عشرين لخمسة وعشرين كلمة جميل بيجي عندنا ربعة وخمسة وستة من أربعين لخمسين كلمة عندنا لو جينا قولنا أولى وتانية وتالتة إعدادي كم كلمة أعلى شوية سبعين من ثمانين كلمة تمام تمام كده في مشكلة حد لوقت كده كده دي المقدمة يبقى هو حدد لك المعايير اللي انت هتشتغل عليها جميل تمام نجي نخش على الموضوع الموضوع هو انت شغال مدينا احنا جوه عناصر العناصر اللي هنجيبها دي هتبقى هي دي العنصر الأولين تكلم عن الأصار السلبية والإيجابية مثلا للزيادة السكانية هتبتدك تكتب اللي هو العنصر وابتدك تكتب جواه الكلام اللي هو عايزه تمام الطالب هيقعد يكتب مع نفسه كده لا نفس القصة الموضوع هنا متحدد له في تالتة ابتدائي الموضوع بتاعه بالنسباله متحدد من 200 لـ 500 لـ 250 كلمة تمام طيب وربعة وخمسة والستة ابتدائي متحدد له من كام؟ من 400 لـ 500 كلمة تمام أولى وثانية وثالتة إعدادي متحدد له من 700 لـ 800 كلمة تمام ده كده الجزء اللي هو خاص بالموضوع استغذيلك تعلي بقى الجزءها دي من أول العنوان والكود تاني حال واحدة واحدة تمام تمام فلازم يبقى عنوان مميز مثلا اخترت الصحة واللي يكن مثلا اشتغلت على الصحة تمام تمام الجسم السليم في العقل السليم مثلا خاصة لها بالصحة دي كعنوان ده كعنوان ده عنوانك اللي أنت هتشتغل عليه تمام معاييرها غير أولى وثانية وثالتة إعدادي المعايير بتاع التالتة ابتدأت الكتب من 20 لـ 25 كلمة دي المقدمة دي المقدمة اللي هي الملخص تمام وعندنا رابعة وخمسة وستة معاييرها من 40 لـ 50 كلمة تمام دي 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 المعايير بتاعها أولى وثانية وثالتة من 70 لـ 80 كلمة يبقى ما أنا كده هو محدد لأنا هشتغل إزاي وإيه الوضع بتاعي طب تعالي بقى نشوف الموضوع الموضوع هنا لما نجي نشتغله بيكون هو مدين عناصر العناصر اللي أنا بشتغل جواها دي لازم أبتدي أمشي عليها يعني مثلا جي قال لك القصار الإيجابية والسلبية مثلا اللي تزيادة السكانية هو ده العنصر اللي كتبته ده اللي أبتدي أشتغل عليه بعد كده حلقة العنصر الثاني كيفية الحفاظ على البيئة مثلا هبتدي أكتب جواه كيفية الحفاظ على البيئة فهو شفت موضوع التعبير هو محدد لك الموضوع التعبير بس على الجزئية أو العنصر اللي هيكتبه طريقة الكتابة لو بنذكر عناصر معينة أذكرها بترقيم واحد كذا واثنين كذا ولا زي موضوع تعبير هتكتب هنا العنوان بتاعه عادي وتمام العنصر وبعد كده تحت منه هنكتب الكلام هتكتب لي طب أنا في معلومة مش عارفها في كلام انت بتقوله كبير عننا أو مش فاهمين أو كده هنتكلم في نقطة دي المصادر وهنجيب الكلام ده كله منين وهنخش ازاي أو المضمون طب هنجي نشوف هنعمل ازاي والكلام ده كله هدور والمصدر ازاي هنبتدي نتكلم عشان في ناس عندها ما بتعرفش تتعبر في ناس بتعرفش تكتب في ناس معلوماتها ضعيفة شوية هنقدر نقول لهم بتجيب الكلام ده كله الموضوع سهل بالنسبة لك هنجي نبص على الموضوع طب ما هو الموضوع برضو ليه محدد لك عدد الكلمات أول حاجة تلتة ابتدائي من 200 ل250 كلمة عندك رابعة وخمسة وستة تبتدائي من 400 ل500 كلمة عندنا أولى وتانية وتالتة عدد من 700 ل800 كلمة يبقى معنا كده هم حدد كلماتك بيتيجي في الآخر خلص بتروح كاتب له النتائج الناتج اللي اطلع لك من المشروع ايه اللي فهمتوا من المشروع بعد انت ما عملته تمام وخلصت النتائج آخر حاجة عندنا المصادر المصادر دي بعد اهم النقطة انت جبت المعلومة اللي انت حضرتك كتبتها لمنين ودي هنتكلم فيها شوية دلوقتش خاطر الناس عندها مشكلة في ان انا ادور ازاي في المصدر بتاعت الحاجة بتاعتي فده كده ده الموضوع حتيجي تقول لي طب ما هو الانجليزي فين مفيش انجليزي تلمواد كلها داخل لفضع لا ما حددلك في الموضوع كلمات انجليزي لكل واحد معايير اه انجليزي الانجليزي بتاعتها تبتدائي من 8 ل10 كلمات طب لربعة وخمسة وستة من 30 لخمسين كلمة طب تعال بقى للإعداد دي من 40 لستين كلمة جميل يعني انا اخد جزء من البحث اللي انا عملت بالعربي بالزبط اترجمه اترجمه بالزبط كده من 8 لعشر كلمات من 30 لخمسين كلمة من 40 لستين كلمة طب انا هكتب في الجزء اي جزئية حبيتها انا انا هكتبها لا هو بيجي حديد لك معانا قم بدعوة صديقك مثلا تمام لزيارة الأثار المصرية هي دي كتبها بالعربي وتروح مترجمه هالو تاني بالانجليزي هو محدد لك ايه الجزئية اللي جوه الموضوع اللي هتكتبها بالانجليزي من عنوان بتاعه من عنوان كل دوت الناس كلها عندها نشرة بالكلام ده كله اللي هو المواضيع ايه بس احنا دلوقتي ده القالب اللي هنشتغل عليه فاحنا لو بصينا على القالب الموضوع متحدد الموضوع طلع بسيط الناس من الخامة الموضوع هعمله ازاي لأ حضرتك هات وراء وقلم واشتغل عليه ده فيه صفصان تاني بسيط تمام احنا قلنا مثلا الأبحاث اللي هي الخاصة بالمرحلة الابتدائية اللي هي الصحة وطاقة وسياسة وسياحة تمام والماء تمام هل فيه في الكتب كلها اللي بدري تستطيع طالب السناني فيه ما يفيد الموضوع ده يعني الصحة فيه موجود في الانجليزي وموجود في العربي وموجود في الحساب وكذا بالضبط فيه امثلة برضو هنقولها نازلة بيها ان انت في الكتب مثلا في سنة رابعة وخمسة وستة جيب لك جزئية تمام الجزئية ده انت هتقراها وهتزود عليها معلومة تمام هي جزئية موجودة يعني بس انت هتضطر تزود عليها لسبب ان انت مثلا انت بتاخد درس مثلا عن المياه المياه لما هتاخدها مش هتاخد جزء واحد بس انت هتاخد اكيد جزء كتير فهو في التدريس من درس جزئية انت بقى خدت جزئية دي ضيف عليها ضيف عليها ازاي يدور تمام مصادر ادور ازاي بقى عندنا يام المكتبة الرقمية اللي هي النازلة بتاعة الوزارة بنك المعرفة المصري تمام عندك تخش على القنوات التعليمية كلها برضو اي معلومة بتتاخد بتفيد عندك الكتاب المدرسي بتبتدي تشوف لو جبت اي مرجع بتبتدي تخش عليه اي معلومة خدتها جبتها هنا حطتها في المشروع او البحث تكتب اسم المصدر بتاعك هنا عشان حقوق الملكية يبقى انت كتبت مصدرها هنا احنا بنعمل كده ليه هو دوت لو بصيت حضرتك وحضرتك شغال اكتر في شغل السنوي هتلاقي ان هي ترقمية ان بيعلم الطالب يبتدي يخش يمسك التابلت ويدور على المعلومة هو الفكرة كانت السنة السنة تقولها سنة وفي ايه ان الطالب ما كانش بيتعود يخش يبحث على المعلومة على الانترنت فالوقتي على التابلت لما جاب له التابلت دلوقتي انت حضرتك الطلبة كلها بقيت تعرف تخش على الموقع المكتب الرقمية الناس بقيت تخش تعرف تنزل ازاي تقرف المعلومة كان حاجة انت لما بتخش على بنك المعرفة متحدد لك انا جبت مثلا كتبت مثلا من الصح هتلاقي دايما عليمين كده يقولك انت عايز لانه مرحلة انت حدودك ايه انت بتحدد الجزء اللي انت عايز تشتغل عليه ده ملخص للجزئية كلها هنبتدي نشوف مثلا بعض النمازج شكلها نمازج يعني كده حضرتك هتورينا نموذج مثلا هنتكلم على نموذج بالضبط هنتكلم على نموذج بس احنا هنتكلم في كم نقطة كده تمام فيها يعني مثلا لو جينا قلنا مثلا تعالى ناخد نموذج انا دلوقتي ولاي امر وعايز اعمل لابني بحث مثلا في ستة ابتدائي جميل فانا اخترت موضوع الصحة نشوف كده هقاري ايه كاتب اين يؤثر التلوث سلبيا على صحة الانسان فيده دراستك قم باعداد مشروع بحثي يتضمن تده بايقولك ضمن ايه التلوث في بيئات المصرية واتأثرها على الصحة الفقرة التانية اكتب فقرة عن الحد من التلوث باللغة الانجليزية تمام انا في ستة ابتدائي هبص على ستة ابتدائي ستة ابتدائي عندي من كام الانجليزي من تلاتين لخمسين كلمة كلمة يبقى انا عندي الفقرة بتاعت الحد من التلوث من تلاتين لخمسين كلمة هي دي بقى هي دي بقى حتة الانجليزي اللي موجودة فيها تمام من دخل الرياضة حساب عدد الايام التي تنتهي فيها استهلاك شراب السعال الذي تناولته ثلاث مرات يومية حتة زي كده دي علاقة الطالب شوية او انا مش فاهم مش عارف هامل ايه احنا لما نيجي نبص على الموضوع بصفة عامة احنا كجبار عارفين والتلوث على البيئة هونو نكتب موضوع تعبير انت لأ هنجيب انا هجيب ابني جنب مني واروح داخل على المكتب الرقمية او بنك المعرفة وافتح الكتاب انت في اللي انت درسته ونبتدي نتناقش في حتة التلوث البيئة ايه هبتدي الفكرة هي مساعدة في حاجة وهتبقى حاجة حلوة في حاجة ان انت دلوقتي بقى هيبقى فيه تواصل بين اتنين بين الطالب وبين وليه الامر دع الموضوع اول لا في البحث بين الاول بين الطالب وين الامر تعال اقعد واريني انت تعلمت ايه واريني انت استفدت بايه طب افهم دماغ ابنه فكره ازاي فيه طلبة كتير جدا ولادها الله اكبر عليهم دخلوا عمل مشروع من نفسهم راحوا دخلين تك 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 دخلوا جابوا الحاجة لدها يفيد في اكتشاف بعض المواهم انت الله ينور عليك فيه ناس مش محتاجة ولادها مش محتاجين لسبب واحد ان انت لما تيجي تقعد مع الطالب انت فتحت اللينك بيني وبينك الاب وابنه تمام خلصت اللينك ده بتكمله مع المدرسة مع المدرس لو بتحب بتضيف حاجة او بتساعد في حاجة تمام طيب عندنا جينا مثلا قولنا التلوث وتكلمنا عنه هتيجي نتكلم في الحتة الرياضية دي بقى المشكلة اللي مواجهة معظم الطلبة حتى اللي بيجي يعملوا مشاريع الحتة الرياضية هاجبها ازاي هم الحاجات درسنا بس احنا ممكن انا مش عارف خلاص هاجبها حاجة بسيطة جدا كده بالراحة في الحتة دي طبعا بيشتغل في الحتة دي تشتغلها افتراضية شوية مثلا افتراضية طبعا الدرس هو في ستة تدقي واخدين الدرس ده بالنسبة لهم وبالنسبة لهم بيشتغل انا دلوقتي مش عارف هبتدي كده بالعقل على الدراسة اللي انا خدتها للجامعة والحسابات هو الشراب هفترض كلها افتراضات شراب السعال مثلا اللي هو كد نفرض ان شراب السعال الحجم اللي جواه الازازة 300 ملي هنجي نقول نفرض تاني ان الجرعة بتساوي 10 ملي عدد الجرعات في الازازة الوحدة كام هنجمع بقى هنقول له لا 300 على 10 تاني تاني نفرض ان ايه ان شراب السعال نفرض ان شراب السعال بتساوي 300 ملي جميل ونجي نفرض ان الجرعة الوحدة بتساوي 10 ملي عدد الجرعات بتساوي اه مظبوط نسم 300 على 10 10 هتساوي كم جرعة جوا 30 30 اليوم الواحد فيه كم جرعة 3 مرات باخد الدوة 3 مرة جميل لما هتيجي تقول لي عدد الايام هتساوي كامل اللي هو عايزه هنقول له 30 جرعة اللي موجودين في تتل الازازة على الثلاث جرعات لكل يوم هيديني عشر ايام تمام خلص كده بس كده دي انا وزفها ازاي بقى خلص هو ده البحث كده الجزئة الخاصة بعد اذن حضرتك هتيجي تفترض كل الموضوع عندك افترضية بفرض انا اشرب السعال 300 ملي لازازة طب الجرعة عدد الجرعات الواحدة 10 ملي تمام طيب انت الجرعة الازازة الواحدة لو 300 فيها كم جرعة 300 على العشرة اللي هو حجم المعلقة جميل طيب يبقى عندي كم جرعة هاخدها من الازازة 30 انا اليوم الواحد بيديني هو مديني في المسألة بتاعته 3 مرات اليوم الواحد فحقس من 30 على 3 هديني كم 10 خلص كده تمام ده انا بفترضه ولا بتخيله ولا هو بيدوه بتخيله بس انا اشتغلت هنا على المعادلات الرياضية فانا بديها تخيلي زي لما هنجي نبص على الاعدادية في الاعدادية هيجي يبص يقول لك ايه عدد النمو السكاني نفس القصة هتكلم فيه نفرض ان النمو السكاني في المسألة في السنة بيبقى 5 مليون تمام فكل السنة هيتضاعف بعد ما هيتضاعف هيقول لك مثلا عايزين نعمل مستقبليا في 5 سنين تمام هتقول له في 5 يبقى 25 25 دول مش هتحط 25 بس هتزود عليهم العدد الاساسي اللي كان موجود العدد الناسمات اللي هو اللي يكن مثلا 100 يبقى 125 تمام يبقى معنا كده العملية عملية افتراضية هي اللي استخدمه ايه المعادلات الرياضية ما هي دي الرياضة بس انا افتردت اي حاجة اللي علاقة بالصحة الله ينور عليك هو ميدي لك مسألة يعني هو دلوقتي لما تيجي تبص على كل مثال ميدي لك مسألة خاصة بيها تشتغل عليه يعني احنا دلوقتي انا عرفت الارقام دي جبتها منين هو خدت مسألة حساب عدد الايام التي تنهي فيها استهلاك شراب السعال الذي استناولته ثلاث مرات يومية هو هنا شراب السعال مش بنيني حاجة مؤدينة بفترضه طب ايه اللي ما تحملني في المسألة عدد المرات اليومي اللي هي كم؟ التلاتة فالعملية عملية ايه؟ افتراضية تيجي تبص وهكذا اذا كان عدد السياح مثلا المكان السابت ثلاث أسابيع احسب عدد السقحين وهكذا على الأساس هتبتدي تشتغل هتضرب الثلاثة في عدد الأسابيع في الأيام الشغل اللي هي رياضة بس افتراضية ان انت بتشغل دماغ الطالب في الحاجات اللي انت خدتها بس فالموضوع الموضوع أنا شايف أبسط ما هو لكننا بالنسبة مثلا لمرحلة الابتدائية تمام على سبيل المثال خدنا حاجة لمرحلة الاعدادية بيتناسب مع العقلية بتاعت الاعدادية لعقلية طبعا الاعدادية بيكون أكبر من المرحلة اللي هي لذلك هو مزود في عدد الكلمات مزود يعني تعالي نبص كده على مشروع اللي هو عايزه نقول مثلا من الزيادة السكنية والأمن وغذاء للزيادة السكنية أثار إيجابية وأخرى سلبية ولها علاقة وطيضة بالأمن وغذاء في ضوء دراستك والمصادر المتاحة قم بإعداد مشروع بحث يتضمن توضيح كيفية استخدام البيانات الرقمية والتمثيل البياني في وضع الخطط المستقبلية لمواجهة الانفجار وتأثيره على النشاط وتوفير الطاقة القربية للسكان الجزئة التانية تصميم مخطط لتوضيح الأثار الإيجابية والسلبية للزيادة السكنية على الموارد الدولة استعمى مدرسته في الرياضة تاني جاب له الرياضة جزئين في تمثيل هذه البيانات والتنوبة بتعداد السكان السلبي المستقبلي من خلال نسب الزيادة الحالية اكتب مقالا باللغة العربية تقوم فيه بتوعية مجتمعك عن الأثار السلبية للزيادة السكنية قم بترجمتها بإحدى اللغات الإنجليزية يبقى أنا عندي الحتة التي هي بتاعة الجزء الترجمة الإنجليزية حددها لي الأواعي الناس بالأثار السلبية الأثار السلبية على المجتمع الأثار السلبية على المجتمع هنا يبقى محدد لعدد الكلمات عدد الكلمات هنا في الإنجليز كام من 40 إلى 60 كلمة يبقى أنا بعمل الجزئية المقالة بتاعتي من ضمنها يكون من 40 إلى 50 جزئية بالإنجليز خاصة بالأثار السلبية على المجتمع منها نجي نبص على الرياضة يقول لك توضيح كافية استخدام البيانات الرياضية والتمسيل البيانات هناخد جزئية صغيرة نبتلي مثلا الحتة زي كده الطالب مش هيعرف يشتغل فيها بتاعة البيانات موضوع سهل جدا وبسيط طيب أول حاجة افتراضية نفرض أن عدد السكان يزيد بمقدار مثلا خمسة مليون نسمة تمام تمام عندنا هنا نفترض يبقى معنا كده عندنا 2019 2020 مثلا خلينا ناخد 2018 طيب هنا دلوقت الخمسة هنفرض أن برضو افتراضيا تاني أن أول سنة عندنا فيها 80 مليون نسمة 2019 تبقى كام 85 الله أكبر عليه مليون نسمة تبقى 2020 90 تمام الطالب عندهم بياخدوا التمثيل البياني التمثيل البياني ده طبعا لما الطالب هيعمله هتقول لي إزاي هحوله من أن أنا رسمته بإيدي وأنا بكتب أنا ابني عندي بيكتب بالورد هقول لك فيه تمثيل بياني وفيه بيتساخد بردامج الإكسل مجرد ما يحط البيانات دي كلها جنب بعض يعملهم في جدول بيعمل استدعاء أو إدراج تمثيل بياني وهو بيعملهم من نفسه بأشكال كتير جدا تمام هنروح جايين هنا كتبين مثلا 80 بالمليون مثلا 80 85 90 تمام نيجي هنا هتلاقي هنا عدد السنوات هنا 2018 2019 2020 أشكال كتير جدا للرسمة ممكن الناس تروح عمله كتير وتيجي الناس عمله هنا كتير وتيجي هنا تروح عمله كتير تمام كتا دا عملت رسم بياني يبقى أنا كده وزفتهاeler هوا دا كده وزفتها بله هو عايز هذه كده الرسم البياني اللي أنا محتاجه طب انا بقى عملت بقى فيه ناس تاني هتعمل ايه هتروح جايه twisted تمام شكله ثاني خالص اهو تعلم على المكان اللي هو دهم دي حاجات بياخدوها في الرياضة وتروح معلم كده تصعود يبقى معنا كده دي طريقة دي مسألة زي ما بيقولك عدد السكان هتيجي تقولي طب هيتنبأ ازاي بمستقبليا تعالى نعملها برضو تنبؤات أنا بوريك بس الفكر الافتراضي طبعا الأرقام بتتغير من طالب لطالب تعالى نتكلم بيقولك التنبؤ بالزيادة السكانية نفرض أن الزيادة السكانية خلال 8 سنوات قلنا 5 مليون تمام هنفترض أن احنا عندنا 100 مليون في 2000 وكام 2020 تمام كده طيب عندنا عايزة تنبأ على 5 سنوات كتبتال الإنجليز الشخاطر بتبقى غير 5 سنوات اللي هنا دي قدام ودي اللي هي معدل الزيادة يبقى عندنا هنقوله 5 في 5 سنوات هتبقى كم 25 يبقى 25 مليون نسمة هو الأصل عندي في السنة اللي أنا اشتغلتها في 2020 كم 100 مليون يبقى هنقوله 25 زائد المية بتساوي 125 مليون نسم ده بعد 5 سنين ده بعد 5 سنين تمام وكده احنا وزفناك ناحية رياضية بس كده خلصت تمام فمعنى كده هي دوة الشغل شغل رياضة شغل تشغيل دماغ خدوا الحاجات دي كلهم عندهم وخدوا رسم البياني خدوا الجامع اللي هو التراكمي كل الكلام ده كله توظيف فالعملية عملية ان انا بشغل دماغ الطالب في جزء ده كده بخليه ان انا المعلومة مش عندك تمام ببتدي في طردها وشغل دماغك اخرك هتجيب ايه هتعمل ايه هتوظفها ازاي عشان كده بنقول الموضوع التعليمي احلى طب هتجي تقول لي طب المشروع هو انا مستعجل اسلمه النهاردة ولا بكرة لأ المشروع لسه قدامك يوم 15 اخرك يعني احنا لو كل يوم عملت 3-4 صفحة في المشروع عملت صفحة واحدة انت خلال 4 ايام خلصت المشروع ده كده بالنسبة للطالب ان هو مطالب قدام مزارة التربية والتعليم ان هو بيقدم مشروع تمام بس الطالب اللي عايز يتعلم المفروض يعمل بحث واثنين وثلاثة تمام على اساس ان هو يدرب نفسه على الايه ان هو ازاي بحث عن معلومة ويوضف بالزبط ده اللي عايز يتعلم ويستفيد اه بالزبط كده انما المشروع اللي هيتقدم ده هو المفروض معه خمس اسابيع معه خمس اسابيع دوته عشان خاطر ده المفروض ان هو ده داخله بيبقى لنا جتاني يا اما مقبول يا اما غير مقبول مقبول بالمعيير اللي احنا مشينا عليها والنظام والعناصر اللي اشتغل بيها وعدد الكلمات والشكل المضمون بتاعه تمام ده كده مقبول فيه واحد جيه طبعا زي الطلبة اللي عندنا الله اكبر عليهم تيجي يكتب لك سطرين نعم يجي يكتب لك الموضوع التعبير مثلا واخذلك موضوع التعبير هو في عدادي ويستسهل لقى السيحة جابيته رح كتب من عدد في فردائي فيه كتير جدا هتلاقي حاجات مش صح فطبعا الطبيعي ان احنا لازم ليه بيقول وليه الامر عشان انت وليه الامر انت بيخش يتابع الكلام ده كله تمام بس فابقا وعشان موضوع جديد بالنسبة لي بالنسبة للموضوع للناس جديد وانا شاف ان هي فرصة للناس ان هي تقدر ان تزود موضوع المعرفة وتدور على الانترنت اكتر تمام فيه عندك اي معلومات اضافية ممكن نفيد بها تطالب في الموضوع ده طيب فيه نقطتين النقطة الاولانية فيه مشاكل من ضمن المشاكل اللي الناس تقول لي فيه طالب تكلمني مبارح بيقول لي يا مستر انا كتبت ورد بس انا مش عارف احفظه ازاي بدي اف تمام بتخش على فايل بتختار المكان على الجهاز وبتقول له نوع الامتداد بتاع الملف نفسه بتحوله بدي اف خلاص انت كده حولته بدي اف تمام فانت منسبة لك خلاص معظم الناس بتحول بدي اف عشان خطر الابعاد بتاعت الصفحة ما تتغيرش لما يتبعت او يتنقل من برنامج مثلا يعني مثلا اوفيس 2013 غير 2010 فممكن الابعاد دايما بتتغير فيفضل الناس بتحول بدي اف عشان خطر يبقى دوة الملف ما يتعدلش فيه او حد يقدر يلعب فيه تمام تمام طيب باعتبار ان حضرتك مدرس كمبيوتر مكورة في ملعبك في الكصة دي تمام اكيد جالك كم كبير جدا من التساؤلات من اولياء الامور عن البحث تمام نرد عليها الاولياء الامور بالطلبة الاول حاجة اولياء الامور كانت مشكلتها عندها في الكتابة جميل انا حكتب ازاي حضرتك حاجة من اتنين فيه ناس ظروفها ما تسمحش انها ولا عندها تابلت ولا عندها انترنت جميل حضرتك هتجيب وراه قلم وهتبتدي تعمير المشروع بايدك وبعد كده القلب دوة فيه اولب اللي هو الشكل ده كده او التصميم دوة بيبقى نازل في المكتبات هينزل في المكتبات قريب تمام هتصور القلب ده فاضي تروح كتبة بخطة ايديها وبعد كده تروح رايحة مديها للمكتبة يعمل اسكان عليه ويروح رفعه ومديها له في سدهاية دي اول خطوة تمام طب والخطوة التانية كل التساءلات تيجي تقولك طب انا دلوقتي عملت المشروع وكتبته ايه المرحلة اللي بعد كده الناس استعجلت اصبر خلص مشروعك الاول ولسه هنتكلم في الجزئيه دي في الاخر خلص فيها طيب من ضمن الناس اللي هي بتتكلم اجي مثلا هتيجي تقولي طب انا مش عارف اعمل الشكل البياني كتبته انا بعمله بخط الورد بعمل الورد الشكل البياني بيتعامل عن طريق جداول اكسل وتقدر ان انت تضيف شكل او عن طريق برضو الورد تقدر ان انت تضيف الاشكال دي كلها ومتاحة وتقدر ان انت تستفيد منها كل بيت عندنا فيه اكيد فيه حد بيعرف اتعامل مع الورد والاكسل عشان كده دي نقطة برضو وكانت في تغيير المناهج كانت حتة سلبية شوية هنتكلم فيها في الاخر خالص حتة ان احنا دلوقتي رجعنا تاني نستخدم ووردو اكسل ووردو اكسل دوت المفروض كان بيتدرس الطالب من 3 سنين او من سنتين بالزبط فلما غيرنا المناهج او اتغيرت المناهج اتخذت مناهج في الكمبيوتر ملهاش علاقة بالجزء اللي احنا تشتغل فيه دلوقتي احنا عندنا مايكروسوفت نزلت لك زي في المؤتمر الوزيد بنزلك ان انت تقدر ان انت من خلال المنصة جوه في مكان بتقدر تخش عليه تكتب وورد او اكسل جوه براحتك من غير اي حاجة يعني ممكن الطالب يخش جوه ويشغل الورد والاكسل اونلاين ويحفظ كمان وينزله كمان فسهل ان انت كمان تقدر عن طريق المنصة ان انت تقدر تكتب البحث بتاعتك طب انت دلوقتي انا ما عنديش بنزل على التليفون ابليكيشن بتاع الورد واتتب انت بيدك واشتغل نوع من المعرفة بتاعتك وكبر من الكلام ده كله طب انتو كمدرسين كمبيوتر هل بيجيلكوا تدريب من وقت الاخر على العملية التعليمية الجديدة يعني على حد معلومات انا اللي انا اعرفه ان كمبيوتر خرج برا المجموعة تقريبا بقاله سنتين تمام هل مع التطور التكنولوجي اللي يحصل في الفترة الجاية دي فيه تغيير بالنسبة للمادة بتاعتك او بيجيلكوا تدريب على الامور دي هي دلوقتي يعني افتكر دلوقتي فيه نقطة صغيرة هو اول حاجة انا اتبسطت جدا من كلمة قالها الوزير لما من مش الاجتماع ده الاجتماع لابل منه بسطتني اوي مع ان الاول كنت زعلان بس بعد كده اتبسط في الاجتماع الاخير الاجتماع الاولى المؤتمر اللي قابلي دوت انا كنت زعلان من وزير لسبب واحد ان انت حضرتك كل كان كلامه على اثنين الطالب وليه الامر مجابش سيرة المدرس نهائي فدي كانت مزعلان ناس كلها ومزعلان شخصين طب تعالى بقى الاجتماعي التاني لأ جاب دور المدرس وجاب مدرس وهو بيشرح ويفعل ازاي فشال الجزئية اللي هي كانت انزلت منها اللي بسطني في المؤتمر جي في الاخر خالص فيه قالك احنا دلوقتي مسؤولون التكنولوجيا عندنا عملوا بس مباشر لكل مدرسين وعملنا برنامج وبنشتغل عليها وبنعملها وهتبتيت تنطلق من السنة الجاي البسطة من الحتة دي ليه سئل الفترة اللي فاتت الاونلاين لما نزل ان احنا كله هشرح اونلاين قبل مايرغي الامتحانات اكتر ناس كان بيجي لها تساؤلات مدرسين الكمبيوتر نعمل ايه نسوي ازاي طب انتو حضراتكم بتشتغل ازاي طب انا رفعت ملف واخد مساحة كبيرة طب انا عندي عايز اعمل عرض للطلبة بقى المدرسين يتنافسوا احسن واحد هيعمل عرض مين فهي بقى حتة ان انت توصل لمرحلة ان انت تبقى مطلوب دي رجعت زي ما تقول ايه هيبت مدرس الكمبيوتر ان انت رجعت لك ان انت تقل اه انت مواجدين يا جماعة هو في تكنولوجيا الناس كانت هاملة تكنولوجيا انت السنة الجاية هتلاقي كل المدرسين بتشتغل على حاجة واحدة بس ان هي تتعلم الورد والإكسل باوربوين ازاي اعمل فيديو ازاي اشرح الكلام ده كله عشان تحصبا لأي موقف زي كده يحصل المشكلة عندنا ان احنا شوف تعالى نرجع دلوقتي الورد والإكسل المنهج بتاعت قول اعدادي وتاني اعدادي وتالت اعدادي كانت من ثلاث سنين قبل ما يخرج برا المجموعة كانت ورد والإكسل تمام فتخيل ان انت كنت انا بعلم الطالب ازاي اكتب لما تيجي تقول طب الاستفادة اللي كانت موجودة انت دلوقتي عندك منهج السنوى التجاري احسن من منهج السنوى العام ليه منهج السنوى التجاري بياخد ورد اكسل بوينت فوتوشوب فالخيال طالب متعلم كل ده اي س دي ال مش بحتاج حاجة تاني احنا الكلام ده بقى لو ننصر ان احنا احنا دلوقتي عايزين نمشي في مرحلة ان احنا بنواكب العصر دلوقتي بتدينا نخلي الناس نرجع للكمبيوتر تاني عشان نرجع للكمبيوتر انت رقم واحد لازم تبتدي تتعلم الطالب ان هو المناهج دي لازم يعرف ازاي يكتب على الكمبيوتر جميل ازاي يعمل عرض تقديمي كانت هتبقى احلى من الوزير بدل ما يعمل مشروع ورقي كان يشتغل في الباور بوينت ويعمل مشروع تقديمي ونعمل مسابقة احسن مشروع تقديمي ان كل طالب يشتغل في الباور بوينت ويقرض ويتعمل مسابقة على احسن مشروع تعمل كانت هتبقى احسن كله هيجري يتنافس على احسن جايزة هتبقى موجودة على مستوى المدرسة على مستوى الادارة على مستوى المحافظة هيبقى الموضوع احسن كتير هتبقى في حتة مسابقة ويبقى في حافظ للطالب ان هو يعمله طب بالنسبة لنا فيه نقطة بقى صغيرة تانية ايه هي دلوقتي انت عندك مشكلة مواجهة مش واخدين بالنا منها فيه مواجهة جدا مش متضربة على الوسائل الناس اللي هي فوق الاربعين خمسة واربعين سنة دول احنا بنسميهم اولد هاند يعني ايه معصروش الكمبيوتر ايه كمناهج تعليميا هل الناس دي تم تدريبها بالشكل اللي يواكب الوضع الجديد نهائي للأسف نهائي وفي بعض المدارس دلوقتي ابتدت تفرض على المدارسين الموجودين ان هما يجوا يعملوا تدريب للورد والإكسل والباوربوينت ويشتغلوا عليها ازاي تشتغلوا ازاي تخش على المنصة لسبب بيباعيت او لما الطالب يباعرف معلومة اكتر من المدارس اشكلها مش عيبة بس اشكلها برضو وحش ان الطالب اسكى مني في الموضوع ده كده يعني ايه طالب يباعرف ان هو بيستخدم الورد والإكسل ازاي وانا ببعرفش فبقت فيه مدارس كتير جدا راحت دلوقتي لأ تعالوا جمعوا المدارسين نبتدي نشتغل على الجزئية دي ليه عشان خاطر لأوا ان دي اهم حاجة دلوقتي في المرحلة لازم احكلوا المدارس من نفسه يسعى ان هو يطور يطور نفسه في الحتة دي بالزبط فده دي عمليات التطوير دي دي اللي هي حصلة دلوقتي فده خلت خلت الموضوع دلوقتي اختلف انت لو بصيت في كل الموضوع ده كده كلها رجعت برضو رجعنا للكمبيوتر تمام دلوقتي الكتابة كمبيوتر باحث عن المعلومة كمبيوتر المفيد كمبيوتر احنا طب هو ده بقى النقطة احنا من ثلاث سنين كنت تيجي تقول كلمة كمبيوتر كمبيوتر يا مكبر دي باجة احدى الحس كمبيوتر لا فيه اهمال دلوقتي اهم حس عندك دلوقتي السنة جاء ان شاء الله بضو مواطعة اهم حس عندك وليه الامر يهتم بيها الكمبيوتر وليه الامر جدا كان بتتكلم انها تعمل دورات وورد و اكسل و باور بوين عشان خاطر يتابع بعد كده لسبب ان الموضوع ده مستملة فانت هتلاقي السنين الجاية كلها كل شغلة بكمبيوتر وورد و اكسل و باور بوين كل الحاجات دي كلها هتفتدي تشتغل عليها فلازم يبقى فيه مواقبة للموضوع عشان تقدر تكمل ما قدرتش هتلاقي نفسك ان انت مش عارف تكمل او تتواصل مع ابنك النقطة يا ريت يا ريت يتبص في المناهج لفترة الجاية ما ده ما احنا اشتغلنا في التطويت يعني مثلا لو جينا اقولنا مثلا يعني فيه حاجة من ضمن الحاجات اللي كانت سلبية كان فيه في منهج قول عدد اللي كنت تدرسه كان فيه جزئية بيعلمك اسحاب الالكترونية اسحاب الالكترونية ده مكان تخزيني على الانترنت بتخزن فيه البيانات بتاعتك وتستدعها في اي وقت فانت بتحجز مكان جهو الانترنت طب انت عندك فيه مشكلة صغيرة جالك بيعلمك كان بيعلم الطالب ازاي تعمل اكاونت على الجيميل وفي نفس الوقت كان فيه برنامج اسمه جوجل درايف كلنا على تلفوناتنا انا بتشعرفه انا ما عرفتوش غير عن طريق المواد اللي انا بدرسها جوجل درايف ده ده مكان برنامج بتخزن فيه البيانات والمعلومات تاعتك بحيث ان انت تحتاجها في اي وقت ودر تجيبها حتى لو مش من تلفونا فتلاقي البيانات تخزنة في مكان على الانترنت ده انا عرفتو منه طب عندك ازاي تعمل اكاونت على الجيميل وتخش ازاي وتبعت وترسل وتستلم البريد وتستلم طب قولي الموضوع ده الموضوع ده مهمه وطبيعي ان الطالب ده كان عارفه الموضوع ده تتعامل اسرائي اسرائي للقراءة فقط ما بيجيش في الامتحان نظري يعني نظري اسرائي ما يخشش لدرجة مثلا انا كمدرس مثلا موظم مدرسين ما انا دلوقتي الطالب جاي يدوبك بياخد المعلومة اللي هو عايزها عشان ينجح فانا ما كنتش بشرح عشان مش يجي في الامتحان ما كنتش باجي اتطرق نحيطه اصلا ولا بركز عليه طب لما كان دلوقتي تخيل انه دوت دوت ما كانش حتى اسرائي وكان مهم انه انتحن في الطالب جاية ياريت الناس تبص على الموضوع احنا ده وقت حضرتك رايح للاتجاه الإديو موضو عجبتني اول منصة والناس كلها قلقانة وتخش ازاي واعمليه هتعمل لهم فيديو يسهل لهم موضوع المنصة دوت الفيديو اللي في الاخر ان شاء الله هيوريهم ازاي انت تتخش على منصة وتتواصل ازاي وتشغل ازاي يعني المنصة دي مجرد تواصل الطلبة مع بعضه والطلبة مع المدرسين بالضبط انما مفيش فيها مادة علمية موجودة عليه مفيش مادة علمية بس انت انا كمدرس انت حضرتك دلوقتي لو نزلت مثلا فيديو على فيسبوك جميل بينزل على المنشور بتاعك ايه اللي بيتم بتنزل لناس كلها تعلق مين اللي بيعلقها الاعضاب تمام حضرتك مشتركين عندي مشتركين عندي كأصدقاء انا دلوقتي لما بنزل انا كمدرس فصل لما بنزل مدرس كمدرس فيديو اللي بيعلقلي تحت دوت دوت الطلبة بتاعت اللي موجودة في الفصل ده بس فهما دول المس محلومة يعلق الفيديو دوت مثلا يا مستر فيه جزئية مش فاهمها الجزئية ده فيها نقطة مهمة لا مش مهمة بيبتدوا يتناقشوا مع بعض وتتواصل مع الطالب طب انت دلوقتي مدفع تعمل امتحان اه هنزل امتحان يا طلبة ويروح لنزل لهم الامتحان يخش على الامتحان يحلوا ويبعتوا طب اقدر اعمل حاجة تانية اقدر ان انا دلوقتي اخلي الطالب هو اللي يشير انت ادينا يا جماعة من اللي يقدر يشرح للموضوع دوت بطريقة ظريفة فيروح داخل وشكال تمام شرفتنا مستر شريف وتمنى ان يكون بالطريقة المبسطة اللي حضرك عرضت بها البحث دي وكل الطالبة في المراحل الابتدائية والإعلانية يستفادوا من الموضوع وطبعا برضو كتدعيم للفكرة اللي مستر شريف يعتبر شرحها هو اعمل لنا فيديو هيتفرج عليه دلوقتي مع بعض يعتبر برضو تلخيص لكل الافكار دي بشكل الكتروني ازاي يجيب الكود وازاي اختار الانوان والكود الطالب والمقدمة والموضوع والحاجات دي كلها مشروحها في فيديو هنشوفها دلوقتي مع بعض ان شاء الله السلام عليكم كل سان طيبين رمضان كريم عليكم ان شاء الله بدون معطعة بإذن الله أزمة وتعدي طبعا كل الناس كلها عندها مشاكل ازاي ان انا نخش على المنص اليديمودو وابتدي ازاي اتعامل هنبتدي ان تشتغل في الفيديو دوت ان انت كاينك اول مرة ما تعرفش اي حاجة خالص هتبتدي كل اللي انت عليك هتجيب لي دلوقتي الرقم القومي وهنبتدي نسجل واحدة واحدة الخطوات هتبتدي بعد ما نجيب الخطوات هنبتدي نخش ازاي على البرنامج بدر ما انت هتخش كل شوية عن طريق الجوجل وتبتدي تكتب اليديمودو هريح لك الموضوع خالص هننزل البرنامج البرنامج دوت اللي هننزله مجرد بس ما انت تنزله وتبتدي تخش عليه هتلاقي الموضوع ازهل بكتير جدا جدا ان شاء الله كل التوفيق للناس كلها وبإذن واحدة احد بعد ما نعمل الفيديو دوت ان شاء الله بمواطع في فيديو ان شاء الله ازاي حضرتك هتبتدي تعمل البحث وازاي هترفع البحث هنكون متواصلين معاكم كل سانوا طيبين وان شاء الله من نجاح لنجاح بإذن واحد هنبتدي بقى نشوف دلوقتي كده انا معايا تلفوني مسكت تلفوني ودخلت عليه دخلت على جوجل انا دلوقتي عايز اجيب الرقم بتاعي الكود بتاعي اللي انا اشتغل وان انا حبعد بيه البحث لازم طبعا اعرفه واكون متأكد منه جدا 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 هبتدي هروح فاتح الجوجل وراح كاتب فوق معرفة كود الطالب بالرقم القومي وبقى بتدي افتح للصفحة اول ما بتدي الصفحة هتلاقي موقع الوزارة عندي كود الطالب كود الطالب دوت المفروض ده كود اللي احنا هنبتدي نخش نستعلم عنه طيب انا فتحت الموقع هدلوقتي عندي اول ما بفتح الموقع بلاقي عندي مطالب مني ان انا اكتب الرقم القومي اكتب تاريخ الميلاد اكتب عندك المحافظة بتاعتك ايه عندك النوع وبعد كده بدوس عملية تسجيل بيديني الكود بتاعي الكود بتاعي دوت لازم احتفظ به مهم جدا جدا ببطدي اخذ الكود بتاعي وابتدي اشتغل عليه خلصت الكود بتاعي دوت بعض McCut مهم جدا ببطدي دلوقتي اروح داخل على افتح التلفون بتاعي اخش على المتجر بتاعي واروح داخل جوة في Starge البحث وابتدي اكتب كلمة EDMUDU اول ما بتكتب كلمة EDMUDU على طول هاي تطلع لك البرنامج البرنامج دوت هاتبتدي يتحمله طبعا البرنامج هنا فتح عشاء الخطر انا حملته عندي على التليفون انت حضرتك بتبتدي تحمله وبعد ما بتحمله بتبتدي تفتحه البرنامج ظريف جدا خفيف بيرياحك خالص من قصة المنصة بتبتدي انت تخش اهو ده اللوجو بتاعه او الشكل بتاع البرنامج بتبتدي اخش عليه اول ما بتخش بتروح انشاء حساب جديد طبعا حضرتك بتخش كطالب بتروح داخل هنا فوق بتكتب رقم الفصل الكود اللي المدرس هو بيدهولك طبعا بتاعك بتاخده من مدرس بتاعك عشان ده اللي بقى فاصلك بعد كده بتكتب اسم المستخدم بتاعك بتحط ثلاث حروف وليكن مثلا مثلا ندي مثال بتكتب م او اي بعد ما بتكتبهم بتكتب الكود بتاعك اللي انت واخده من كود المعالم بتاعك اهو افترض مثلا ام او اي بعد ما بكتبه بروح كاتب الكود اللي انا جبته لسه جايبه من شوية من على المنصة بتاعة الاستعلام بالرقم القوم ده الكود الاساسي بتاعي اللي انا بتعامل معاه وبقى بتدي بقى كتب كلمة المرور بتبقى مكونة من ست حروف البريد الالكتروني ممكن اكتبه وممكن ما اكتبهش اختياري تمام؟ طبعا بتبتدي بعد ما بتخلص بتقول له انشاء حساب بيبتدي يفتح لك الحساب يقول لك اسمك والاسم الخاص بيك وتبتدي تخش على الخطوات الجزء التاني كتبت هنا بعد مفتحت البرنامج كتبت عندك الاكاونت بتاعك اللي انت عملتو الحساب بتاعك وكتبت بعد كده روح تكاتب الكلمة المرور دخلك فتح لك الصفحة بتاعتك على المنصة طبعا انت اول ما بتخش على المنصة هي انت دخلت دلوقتي كده على المنصة بس انت دلوقتي عايز تضيف فصل طبعا لو طلعز فوق هنا على اليمين فوق هتلاقي ده الاكاونت بتخش على فصول هتلاقي هنا موجود فصول بتخش على كلمة فصول بتدور تقول له انضمام على فصل دراسي بيقول لك ادخل رمز الفصل لازم بتكون هو تواصل مع مدرسك وبتقول انا عايز رمز الفصل بتاعي وليكن مسلا جبت الفصل بتاعي وحفظته مسلا عندي على جهاز التليفون او كتبته في وراء وقلم بابتدأ روح جايبه مسلا انا هنا حفظه على التليفون المفاكرة بتاعتي حفظه خطه كوبي واروح رايح على البرنامج بتاعي بقول له بيست كده كتبت له كود الفصل بتاعي بقول له انضمام بيدخلني كده دلوقتي على الفصل التاني بيقول لي تم الانضمام لمجموعة الصف الاول الاعدادي لو بصيت على اول اعدادي هنا هتلاقي نفسك ان انت فعلا اتضميت انا دلوقتي حضرتكم انضميت لأسرة الدراسات طب انا كتب عايز اكتب تعليق ولا عايز اكتب حاجة مثلا دخلت كتبت زي الفيسبوك بالزبط انت خلاص دخلت الفصل بيتحول الى صفحة فيسبوك خاصة بالفصل بتاعك اللي هو الصف الاول اعدادي لمدة الدراسات بتكتب اي حاجة زي ما انت شايفين اي كومنت اي حاجة بتنزل بتلاقي اعجابات بتلاقي هنا بتلاقي ممكن تكون معلق ممكن ترد على الناس كل دي الصفحة بتاعتكم اللي بتقدروا تتخش وتتواصلوا عليها يبقى كل دوات دي مجموعة تقول اعدادي للدراسات عايز اضيف مادة تانية اول ما بتضيف مادة تانية بتخرج ترجع طبعا هنا لو عايز تعمل منشور جديد انت تكتبه لواجب تطلع بره خالص وتروح داخل على تلمت فصول اول ما بتخش على فصول تقول له انضمام بتعمل الخطوة التانية تروح رايح الجايب الكود بتاع الفصل اللي هو المادة التانية وليكن مثلا رياضة مثلا بتروح جايب الكود بتاع المادة نفسها وتروح رايح واخده كوبي تمام بتعمل عملية نسخ او كوبي وتروح رايح عامل عملية بست وتروح داخل على انضمام اول ما بتخش على انضمام بيبتدى هنا يوريك ان انت هيقول لك تم انضمامك الى الصف الدراسي هنبتدى تخش على المادة التانية هتخش اهو تم التحاقي بالفصل نشوف مادتين اللي خلناها اهو مكتوب فوق الراضيات كل الراضيات الصف الاول الاعدادي يبقى انا كده دلوقتي انضميت الى مادتين مادة الدراسات مادة الرياضيات حبتدي دلوقتي عايزة نضم المادة تانية بروح داخل على فصول وقل له انضمام للفصل بروح جايب الكود بتاعي وابتدي اروح عامل نفس الخطوات ونروح حاطة الكود بتاع الفصل طبعا انت هو بتكمل بتاخد كوبي وتروح رايح الناحية التانية عامل بيست او تكون جايبه بورقة وقلم وتكون محددهم تماما شخاطر تدخل على المواد لازم طبعا بتخش على النصش تتواصل عن مدرسينك عشان لو في حاجة محتاج تعملها في البرنامج حاجة تستفسر عنها بعد كده بتخش تتجول بين الفصول اللي انت عايزها او المواد اللي انت عايزها بتخش خلاص انت بنسبالك بقى تحولت ايه لفيسبوك كلنا بنعرف نتعامل اي حاجة بتكتبها مثلا السلام عليكم ورح تلاح وبركاته وتروح عامل بتنزلها هتنزل طبعا هتلاقيها نزلت على اهو السلام عليكم ورح تلاح وبركاته وتبكيدي نسترد على بعض المستر زي ما شايفين فوق كاتب مثلا اي مثلا اي ملحوظة اي حاجة بتبتدي تشتغل عليها حبينا مثلا انا عايز ارفع مثلا صورة مثلا عايز اشارك الناس عايز اخد رأيكم في مشروعنا باعمله او بحث مثلا بروح داخل هنا دايس على اني زي ما باعمل بوست مثلا وبدوس عملية اضافة بخش يقولك من المكتبة طبعا المكتبة فاضية ما فياش حاجة بنزلناش حاجة لسه او من جهازي بخش على مسلا جهازي بختار وليكن اي صورة مسلا موجودة عندي مثلا ندي مثال فمسلا اخترت انا بعمل مشروع مسلا عن السياحة مثلا يعني مثاليا ان انا ندي السياحة طبعا احنا في عدادة ما عندناش حاجة اسمها السياحة طبع ده في ابتدائي طيب احنا بالنسبة لنا هنيجي مثلا حطيت مثلا كتبت طبعا جيت مثلا كتبت ايه مثلا مناقشة عن بحس السياحة مثلا طبعا لازم تكتب عنوان للصورة اللي انت بتنزلها لو بوست بتكتب كلام عادي اللي يبقى لازم فيه نص عشان ينزل مجرد ما انا دست اوكي هيبتدي نزلي على الصفحة بتاعة الناس اللي موجودة معايا هنبتدي نخش طبعا هنا بعد ما نزلت يعتبر زي بوست نزل اهي صورة وكتب التعليق طبعا نزل هنا بيبتدي مسلا حضرتك مسلا عايز تخش تعلق عليها زي الفيسبوك بالظبط كأنك خلاص دخلت على صفحة الفاصل بتاعت بتتعامل ان انت فيسبوك خلاص ما نكون رأيكم يا جماعة نشارك مع بعض تكتب نزلت يبقى فيه تواصل فكرة الفكرة هي مجموعة مغلقة بتقدر تتواصل مع بعض بس زي فيسبوك بس معمول الفاصل بتاعت بس في المادة كزا او على نطاق المدرسة طبعا دوت الجزء اللي احنا بتقدر تخش عنه تقدر تضيف مثلا عايز تضيف اي حاجة تانية ممكن تضيف من المعرض ممكن تلتقط صورة ممكن ملف من مكتبة ملف من جهاز رابط بتحمله وبتنسخه بتقدر تشتغل عليه طبعا دوت كده انت دخلت على النصة وكده انت عمل مع الفاصل وكده دلوقتي انت على جروب الفاصل ممكن تخرج تخش على اي جروب فاصل تاني تبتدي تتواصل مع بقية الناس دي فيه صفحة طبعا دي فقط دي الصفحة دي العامة الاساسية لكلها بتاعت الفصول كلها طبعا هنا بتخش الفاصل الدراسي دي كل فاصل متحدد لي الجزء اللي انت بتخش عليه طبعا بقيت الايكونات اللي موجودة احنا مش هنبتدي نشتغل عليها او مش هنحتاجها عوي اه بالنسبة لك ممكن نشاط دوت لو حبيت فيه واجب يتعمل الكلام ده كله طبعا طبعا انت لو حبيت تغير الصورة بتاعتك او اي حاجة تخصك هتلاقي فوق العلمين اللي فوق دي العلامة دي المفروض ان هي بتاعت الاكاونت بتاعتها تقول انا مش عايزة تخش عن طريق البرنامج ولا ايدي مودو ولا حنزلو حتبتدي تخش عادي على جوجل العادي لو عندك على عن طريق اللاب او على الكمبيوتر او على تلفونة تخش على جوجل عادي تخش تكتب ايدي مودو طبعا بيفتح لك الصفحة اهو اولا بيفتح لك الصفحة بيقول لك انت معلم ولا طالب ولا اه ولا ايه امر طبعا بتخش نفس الخطوات اللي احنا عملناها هي هي بالزبط بتبتدي تكتب الاكواد من الاول طب افطران انت سجلت خلاص بتكتب ان انت مسجل وبتكتب الكود بتاعتك بتكتب كلمة المرور وتعمل على طول تسجيل بيفتح لك الصفحة بتاعتك وتبتدي تخش نفس هي هي الشكل اللي انت اشتغلت عليه عن طريق البرنامج هو هو ده طبعا لو بتسجل اول مرة كده طب انت تسجلش اول مرة وخلاص سجلت هتكتب البريد الالكتروني وتدتخش يا ربا